معارك كسر العظم في الكونغرس الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي تهدد بإدخال الولايات المتحدة الأمريكية في شلل أو إغلاق تاريخي بسبب قضية رفع سقف الدين خلال الساعات المقبلة يبلغ الحد الأقصى للدين المسموح به 31 تريليون و 400 مليون مليار دولار يصادق الكونغرس على زيادته في كل عام لكن يرفض نواب الحزب الجمهوري رفع سقف الدين ويرون أنه مقابل السماح للإدارة الأمريكية بالاقتراض يتعين على البيت الأبيض خفض سقف الإنفاق الحكومي وأن تتخلى عن كثير من المشاريع التي اعتقد الديمقراطيون أنها ضرورية يشترط البيت الأبيض أن لا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري وفرض ضرائب جديدة وأكد أنه لا يجرى أي مفاوضات أو لا يجري البيت الأبيض أي مفاوضات مع الجمهوريين بشأن هذا الملف الأهم بالنسبة لديمقراطيين أن تخفيض النفقات سيؤثر على واحدة من أهم القضايا مثار الشد والجذب في الكونغرس وهي قضية تمويل الحرب الأوكرانية يهدد رفض الجمهوريين بالموافقة على زيادة سقف الإقتراض بتعطل أكبر اقتصاد في العالم ما قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلف عن السداد من المحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية ومن ثم في الاقتصاد العالمي في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد جائحة كورونا من دون الوقوع في الركود وقصة سقف الدين الأمريكي باتت تتكرر بصورة شبه تقليدية ففي حين رفع المشرعون أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ العام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان لكن في المرة 79 في ديسمبر 2021 حدثت توترات خطرة بين الحزبين غير أن هذه المرة تكتسب مخاطر مجتمعية وسياسية قبل أن تعكس انقساما وتشضيا سياسيا بين الحزبين